أهلا بكم، يقول الإمام بن القيم عليه رحمة الله في كتاب زاد المعاد العين سهم يخرج من نفس الحاسد يدبعها شيطان خبيث طارة تصيب الإنسان وطارة تخطئ وطارة ترد على صاحبها عايزة سألك سؤال أو أسألك سؤال ما حصلش معك في مرة من المرات أنك انت اشتكيت من صداع شديد وأخدت مسكنات مرحش صداع ده منك لفترة زمنية طويلة أو حصل لك انتفاخ في المعدة بتاعتك أو حصل لك إرهاق في جسمك إرهاق عام وروحت لطبيب عشان تعرف سبب الإرهاق والتعب اللي موجود عندك قالك ما عندكش حاجة قبل ما نبدأ في الحلقة دي عايزك أنك انت تدوس لايك وتضغط سابس كريب وتفعل زر الجرس وتركز معي نبدأ على بركة الله دوس تلايك يلا بنا نبدأ أول حاجة عايزك تعرف يا أخي الكريم أن الشيطان العين من الأمور اللي موجودة في حياتنا الآن وشيء معترب به مفيش أي إنسان يقدر ينكر ده وربما أنك انت تشوف إنسان كان متفوق في دراسته وما شاء الله عليه وفجأة أصبح إنسان ده مهمل في الدراسة جدا مش عايز يكمل الدراسة بتاعته وأصبح متضايق منها تشوفت نم متجوزين كان حياتهم سعيدة وحياتهم كويسة فجأة انقلبت الأمور عندهم رأسا على عقد إيه سبب الإنقلاب والمشاكل اللي موجودة عندهم ما تعرفش طب أنتوا كنتوا في حياة زوجية سعيدة إيه اللي حصل ليكم أيضا ما تعرفش إيه اللي غير الأمور دي كلها عايزك تعرف إن ديت من أسباب شيطان العين شيطان العين هو نوع من أنواع الجن الخبيث بيكون متربص بالإنسان الحاسد والحاسد والعياذ بالله كما نعلم وكما ذكر في كتب السنة أنه إنسان بيتمنى زوال النعمة بتاعتك مش عايز يشوفك أحسن منه مش عايز يشوف عليك نعمة عايز النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بها دية نية ظلم عندك تماما وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضلي فقد أتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وأتيناهم ملكا عظيمة فعايزك تركز معي يا أخي الكريم عشان تعرف إزاي تتخلص من شيطان العين وإزاي أن تاخد الأسباب الصحيحة اللي تجعلك في وقاية تامة منه وتذكر كلام ابن القيم إن طارة تصيب الإنسان لما الإنسان ما يكونش عليه سلاح السلاح بتاعك هي أذكار الصباح والمساء اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها لنا عشان تحصننا وتجعل بيننا وبين العالم الآخر أو عالم ما وراء الطبيعة حصن يحميك منهم عشان ما تتعرضش لأي أذى أو تنتكس في حياتك أو تكون إنسان موفق في التجارة بتاعتك أو في يعني في الاجتماع يعني تكون إنسان اجتماعي واجتماعي درجة كبيرة جدا وفجأة تبص تلاقي نفسك خجول مش عايز تقعد مع الناس اللي حصلك ده مش من طبائعك ولا من صفاتك عشان كده شيطان العين بيسبب شيء اسمه خجل تبص تلاقي الإنسان كان جريء وكان يقدر يتكلم مع أي حد فجأة تبص تلاقي الإنسان ده في أي قعدة أو في أي مجلس هو جالس فيه عنده خجل شديد جدا مش عايز يتكلم مع الآخرين أو تحس إنه انطوائي مع نفسه كذلك شيطان العين بيسبب آلام في الصدر في المنطقة دي كده تحس إنك إنت مخنوق نفسك مش قادر تاخده لما يجي الإنسان يتتوب يحس إن المتوبة بتاعته مش مكتملة المتوبة بتاعته ضعيفة جدا ولو تتوب وخرج المتوبة بصورة صحيحة يحس إن هي بتخرج من عظامه ويعني بتدمع معها شيطان العين أحيانا ممكن يسبب لك تساقط شعر والعين حسب ما تيجي ليك ربما إن فيه إنسان شايف إنه وجهك جميل فيصيبك على الوجه الجميل ده فيتشوه الجمال بتاعك ربما واحدة شافت شعرك وشعرك كان ناعم وشعرك طويل فجأت بص تلاقي شعرك بينزل خصل وتحسي إن شعرك بيتساقط بصورة فظيعة جدا ربما إنسان شاف عليك مثلا يعني لبس جيد أو لبس كويس فينظر للبس ده ويتمنى زوال النعمة اللي أنت فيها فتبص تلاقي نفسك مش طيئ إنك أنت تلبس اللبس ده مرة تانية يشوف مثلا سيارة أو عربية موجودة عندك فينظر ليها فتبص تلاقي العربية كل يوم بتعطل لو بعتها تبص تلاقي العربية دي تشغال مع الإنسان اللي اشتراها بصورة كويسة جدا وما فيهاش أي أعطال ولا فيها أي مشاكل لكن معك أنت تبص تلاقي إن المشاكل يعني عمالك تتراكم وتأتي وراء بعضها طيب ما سألتش نفسك إن ده ممكن يكون شيطان العين أنا مش عايزك إنك أنت توهم نفسك برضو لأن شيطان العين بيكون ليه علامات واضحة تبص تلاقي إن كل حاجة معكوسة كل شيء تمشي فين تمشي يمين تبص تلاقي نفسك بدون أصد رايح في الشمال ماشي مثلا في طريق رايح بيودك اسكندريات بص تلاقي نفسك ماشي في طريق القاهرة إزاي الله أعلم عشان كده لازم إنك أنت تاخد الأسليب الصحيحة اللي تخلصك من شيطان العين فيه ثلاث طرق لازم إنك أنت تتخذهم عشان تتخلص من شيطان العين لو ما عرفتش إنك أنت تاخد الطريقة الأولى خد الطريقة التانية ما عرفتش التانية خليك في التالتة وإن شاء الرحمن تكون هيين عليك أول حاجة بصي يا أخي الكريم الإنسان دايما اللي بيتكلم عليك أو تكلم معك وبصيط لقيت نفسك ومورك انتكست من بعد كده لازم إنك أنت تاخد شيء من أثر الإنسان ده كذلك الإنسان اللي بيكون عينه حارة لما تجلس قدامه أو تجلس معه تحس إن تلاقي صدرك مجبوط تلاقي جسمك كله بيرتعش تلاقي جسمك مستثبت ليه؟ لأن الإنسان اللي قدامك ده بيتمنى زوال النعمة اللي موجودة عندك كذلك أيضاً لو واحد مثلاً كلمك قالك ياخد أنت ما شاء يعني ما بيذكره حتى ربنا سبحانه وتعالي يقولك ده أنت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا ولقيت الأمور بتنتكس بعد كده خد أثر من الإنسان ده أموره أنه يتوضى ليك وده من أمور السنة اللي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً بعض الناس يقولك ده أنت كده حتوقعنا في إحراك شديد جداً وربما أننا نقع في مشاكل في غنى عنا أو الحاجات ديت مش كويسة عندنا أو مش في العرف بتاعنا حاول مثلاً أنه لما يشرب عندك شاي خد كوبات الشاي اللي شرف فيها وحطها في مية تكون نظيفة واشرب المية ديت وراها أو أنك أنت تصبها على رأسك كده من الخلف أو أنك أنت تمسح الأثر أو المكان اللي هو ماشي عليه وتصبه في إناء تمام وبعد كده تصب عليه مية وتكوبه على رأسك من ورا وتخليه ينذل على الظهر طيب ما قدرتش كده طيب تخش على الخطوة التالتة ودي طبعاً من الخطوات المهمة جداً وهي أنك أنت يا أخي الكريم تحاول أنك أنت تقرأ الفتحة سبع مرات أو الخمس آيات في البقرة سبع مرات آية الكرسي سبع مرات المعواذتين والإخلاص كل واحدة سبع مرات الكافرون سبع مرات الزلزلة أربع مرات الآيات اللي أنت تقدر أنك تقراها عن الحسد أو عن العين بصفة عامة تكرههم على الماء وتشرب وتختسل في الصباح وتكره كراها أيضاً منفردة وتشرب وتختسل وقت الظهر وتكره كراها أيضاً منفردة وتشرب وتختسل وقت المغرب لمدة ثلاثة أيام إن شاء الرحمن المشكلة اللي موجودة عندك من العين تختفي نهائياً وعايزك تركز يا أخي الكريم أن أعراض العين بتكون معروفة زي ما ذكرتها لك وحذكرها لك تاني عشان أذكرك انتفاخ في المعدة ما له السبب صداع ما بيختفيش بالمسكنات تحس دايماً بالخوف والرهبة والوساوس الشديدة تحس أنك أنت عايزة تنعزل من الناس ومش ما عندكش رغبة أنك أنت تجلس مع أحد تحس أيضاً أنك أنت كل شيء بيمشي عكسك ولو كنت موفق في تجارتك أو صناعتك أو أي شيء بتعمله في حياتك وفجأة الشيء ده انتكس مش حيمنعك أنك أنت تجرب الطريقة بتاعت الرقة الشرعية مش حيمنعك أنك أنت تحافظ على صلاتك مش حيمنعك أنك أنت تقرأ أذكار الصباح والمساء وتذكر دايماً يا أخي الكريم أنك عشان تحمي نفسك من العين وتحمي نفسك من الحسد لازم أنك أنت تقرأ الأذكار في الصباح والمساء وحاول أنك أنت تقرأ صورة البقرة لمدة 3 أيام لمدة 3 أيام يعني النهاردة تقرأها بكرة تقرأها وبعده تقرأها 3 أيام وراء بعض حتبص تلاقي الأمور اللي كانت معقدة عندك اختفت نهائياً وتذكر دائماً أنك لازم تستعين على قضاء حواجك بالكتمان لأن الإنسان اللي بيذكر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعمها عليه بتروح النعم دي منك بتلاقي أمورك كلها انتكست بعد كده فاستعين على قضاء حواجك بالكتمان ما تحاولش أنك أنت تذكر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنا عم بيع عليك قدام أي حد نهائياً تمام؟ الأمر الثالث وعايزك تركز معي فيه برضو أو من ظن الأمور اللي أننا ذكرنا حاجات كثيرة جداً حاول دائماً أنك أنت تخرج صدقة وتذكر دائماً يا أخي الكريم أن صناع المعروف تقي مصارع السوء وأن الصدقة بتحفظك وتدافع عنك وبتدفع عنك شرور كثيرة جداً أنت في غناء عنها لو عجبك المقطع ده لا تنساش أنك أنت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام لكم أطيب تحياتي أنا أخوكم يوسف أحمد دمتم فود في أمان الله